قال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية اللواء بات رايدر إن تصعيد جماعة الحوثي في البحر الأحمر وسلوكها المتهور يهدد الاستقرار الإقليمي وفي بيان له أضاف بات رايدر أن عدوان الحوثيين مستمر في منطقة البحر الأحمر ويؤثر على حياة البحرة الأبرياء وحرية الملاحة وأكد السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية أن بلاده تريد وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وترغب في التوصل إلى وقف إطلاق النار بغزة في سياق متصل أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات بحق نحو 12 فرداً وسفينة بمن فيهم مواطن ماليزي وآخر صيني وفي بيان لها قالت الوزارة إن تصنيف عشرات الأشخاص والسفن كممتلكات محظورة كونهم أدوا دوراً حاسماً في تمويل أنشطة الحوثيين